أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاء من تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا مؤردون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم الشرك في السماوات في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا خشر الناس كانوا لهم عداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا دسل عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سخر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو علم بما تفيدون فيه كفى به شيئا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ما يفعل بي ولا بكم إن أتدع إلا ما يحاى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستهبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يهزنون أولئك أسحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووسين الإنسان بوالديه إسانا حملته أمه قرها ووضعته قرها وحمله وفسواله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنعمل صالحا ترضى وأنعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في زريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبلوا عنهم أسن ما عملوا ونتجاوزوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أسحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون وقد خلت القرون من قبلي وهما يستويثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساقر الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم عمالهم وهم لا يسلمون ويوم يُعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستهبرون بما كنتم تستهبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخاعد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خرفه ومن خرفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم أذاب يوم أزيم قالوا أجئتنا لدأفكنا عن آليتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم إن دالله وأبلغ كنتم أرسلت بي ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو من استعجلتم به ريخ فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربيا فأسبح لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل قوم المجرمين ولقد مفتنا وإننا هم فيها إن مكفنا كم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبسارا وأفئدة فما أهنى عنهم سمعهم ولا أبسارهم ولا أفئدة ولا أبسارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلحنا ما حولكم من القرى وسرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نسرهم الذين تخذوا من دون الله قربانا آلية آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ سرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أن ستو قالوا أن ستو فلما قضي ولوا إلى قومهم منزرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بي يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويجركم من عداب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمؤجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلل مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على أن يحيي الموتى ولا إنه على كل شيء قدير ويغم يُعرض الذين كفروا على النار أليس أليس أذى بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تغفرون فاسبر كما سبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاو فهل يحلك إلا القوم الفاسقون صدق الله الأزيم